أعود إليك سيد عبد الحميد الجمهري المحلل السياسي للقناة محورا إذن في الخطاب الملكي حظية مغربة العالم بواحد منهما توقيت ذلك عملية مرحبة ربما التي رغم ما يبذل من جهود قال جلالة الملك إنها ليست كافية استقبالهم فقط وقد حدد جلالته الملك بشكل فعلي القادم من خطوات لربط علاقة مصدامة وهيكلية مع مغاربة العالم بالنظر لدورهم الكبير في التنمية سواء الاقتصادية سواء في الشقة الاجتماعي في الشقة السياسي وفي الدفاع عن مصالح دور الوطن مغاربة العالم بما فيهم المغاربة اليهود الأكيد بأن في الشطر أولا كان هناك انتقال سلس من القضية الوطنية إلى المهاجرين أشعرنا جميعا بأن جلالة الملك يريد أن يقول أنه جبهة داخلية أيضا تحتاج إلى أبنائها في الخارج وأن جبهة الدفاع عن الوطن هي مفتوحة لنا مغاربة في أزيد من خمسين دولة معنى أنه لنا خمسين منصة دبلوماسية وتقافية إلى آخره يجب أن نأخذها منعن الاعتبار أيضا الدعوة صريحة إلى إعادة النظر في زاوية معالجة قضايا الهجرة وعدم اكتفاء بالدور الحالي الذي تقوم به لا المؤسسات ولا أيضا العموم يعني النسيج الوطني في النظر إلى الجالية كمصدر عملة؟ نعم بنظر إلى دورها كمصدر عملة فقط؟ فقط حصرها في هذا الجانب دي العملة أو كمصدر رزق إلى آخر صحيح هذا جانب مهم جدا ويسند النسيج الوطني والتضامن والتماسك هذه مسألة لا تقدر بتماني لكن في نفس الوقت لا بد من الارتقاء إلى التجاوب مع متطلباتها ولها تعبيراتها العديدة وأعتقد أنه هناك شعور كبير بالارتياح دي المغربة الخارج إذا هذا الخطأ أيضا وهذا هو المهم هناك مستويين أولا يجب تجويد الأداء المؤسساتي القائم وهناك نضر المجلس تشاري لمغربة الخارج نضر المؤسسة الحسن الثاني نضر أيضا على بنك العمال إلى آخر هذه المؤسسات يرى جلالة الملك أن مجهودها وأداءها دون المطلوب إلى آخر ودون التحولات العملية التي وقعت من الجيل الأول إلى الجيل الثاني وجيل الثالث إلى آخر وأصبحت هذه الجالية نقطة تقاطع العديد من الديناميات ديناميات علمية ديناميات استثمارية ديناميات اقتصادية سياسية ومؤسساتية في دول الاستقبال إلى آخر وبالتالي يجب أن نعيد النظر وأن ننظر إلى هذا التحول وهنا ربما المستوى الثاني من العلاقة مع مغاربة العالم الاستفادة من كفاءاتهم التي ذكرتها كفاءاتهم سواء بالعودة إلى تراب الوطن أو هناك من مواقعهم في مختلف البلدان دعني أذكر أن من الكفاءات ومن عنوان بارزة في الكفاءة هو أن اللجنة التي انصبها جلالة الملك لصياغة نموذج جديد فيها كفاءات كثيرة من الخارج وبرهنت على أن هذا الموضوع لم يعود قابلا للمعالجات الطارئة والسارعة أو الصيفية الموسمية ثانيا أنه في الخلاصات لهذا النموذج وهذا أعتقد ما أراده جلالة الملك هناك تأكيد على مغاربة الخارج كرافعة من روافع الأساسية في التنمية، في الاستثمار، في التأهيل سواء العلمي أو التقنية كما قلنا إلى آخره وأكثر من هذا هناك الحاجة إلى هذا العقل المغربي الموجود في العالم وهذا اللوب المغربي إذا شئنا الموجود التقائي الذي عنده ارتباط فريد جدا بالوطن دياله أكثر من هذا أعتقد أن المطلوب اليوم أن ذلك الرابط الذي شبه هلامي لا مادي إلى آخره دعا جلالة الملك إلى مأسسته إما ستكون هناك وكالة ثقافية مثلا لمغاربة الخارج أو مجلس من طيغان المهم أن تكون آلية ديناميكية وتفاعل مع هذه المغاربة الخارج سواء في منتوجهم الفني أو فيما يتعلق منتوجهم التقافي أو فيما يتعلق بالاستثمار استثمار قد يكون مباشرة أو غير مباشرة والاستثمار شدد جلالة الملك على إتاحة فرصة استفادتهم من الاستثمار من المتاق الجديد الاستثمار أيضا لأن هذه معضلة حقيقية وأعتقد أنه للمرة العشر المرة يتير جلالة الملك كل عراق التي توجد في وجه الاستثمارات وسبق له جلالته أعتقد في خطاب 2016 أن تحدث بالتفصيل فيما يتعلقه بأبنائنا الموجودين في الخارج حينما يريدون استثماره ابتداء من العراقي التي تصادفهم في التمتيليات وأعتقد أن جزءا منها بدأ يدوب إلى آخره وصولا إلى المصار الإداري لهذا الاستثمار وأيضا إلى العراقي المقصودة التي ذكرها جلالة الملك في خطاب العرش وهناك رغبة على أن يوجدوا بمواطنة كاملة وبظروف أفضل لأنهم بالفعل وحد الرهان دي للمستقبل وبهم سنسير إلى مغرب 2035 السيد عبد الحميد جمهري المحلل السياسي للقناة شكرا جزيلا لك أهلا للمستقبل